في إطار ترقية وتحديث قيادة أركان الدرك الوطني لوسائل ومعدات وحداته المنتشرة في شتار بوع الوطن يأتي تزويد الوحدة العملياتية المكلفة بتأمين مخيم اللاجئين في مبرة بنظام مراقبة متطور بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية بالمنطقة حيث تسند إلى هذه الوحدة التابعة لكتيبة الدرك بولاية الحوض الشرقي مهام بينها تأمين اللاجئين وحفظ النظام داخل المخيم قامت قيادة تركان الدرك الوطني مؤخرا بتزويد مقر الوحدة بمخيم اللاجئين في مبرة بنظام مراقبة متطور يعمل بطاقة مستقلة باستطاعته تقريب الإهداب من مسابة 5 كم كحد أقصى والدوران بزاوية 360 درجة لتعزيز الإجراءات الأمنية داخل المخيم وفي مقر الوحدة على حد السوى ستشكل إضافة نوعية لتعزيز وسائل الكتيبة المادية كما أن هذا النظام يسمح للكتيبة بالإنظار المبكر لكشف أي تهديد أو خطر محتمل مع الاقتصاد في الجهد والوسائل نظام المراقبة الجديد بما يحققه من دعم لوجستي لإمكانيات وحدة براء ونظرا لما يتمتع به من مزايا تقنية عالية تسعى من خلاله قيادة أركان الدرك الوطني إلى الرفع من مستوى جاهزية وعداء الكطاع وذلك في سياق استراتيجيات التطوير والتحديث المستمر التي تنتهجها قيادة أركان الدرك الوطني الكتيبة تعنى في مخيم اللاجئين بالمهام ثلاثة تالية المهمة الأولى تتمثل في جمع الاستخبارات والاستعلامات المتعلقة بكل ما مش شأنه المساس بأمن المخيم المهمة الثانية تتعلق بحفظ النظام داخل المخيم وأمن اللاجئين وتقوم بها الكتيبة عن طريق وحدة عملياتية موجودة على أرض الميدان زودتها قيادة أركان الدرك الوطني بكل الوسائل المادية والبشرية واللوجستية الضرورية لتنفيذ المهام المنوطة بها سواء بإطار دفاع عن الحوزة الترابية أو بإطار مهام حفظ النظام المهمة الثالثة مهمة شرطات أي شرطة إدارية وشرطة قضائية وتقوم بها الكتيبة عن طريق فركة الدرك في باسكنو بحكم اختصاصها الترابي هذا وتجدر الإشارة إلى أن مخيم اللاجئين بن بره يؤوي أكثر من سبعة وستين ألفا من اللاجئين الماليين الباحثين عن الأمن والسلام على أرض الوطن في لفتة إنسانية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحظى باحترام وتثمين المجتمع الدولي عبدالله صوفي قناة الموريتانية مخيم بره ترجمة نانسي قنقر